قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد أعضاء تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث لأسر الأكثر احتياجة والذي يبلغ عددهم 27 أسرة يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف الوطني بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث للأسر الأكثر احتياجة وعددها 27 التحالف الوطني وإحنا كعضو التحالف الوطني ده دور مهم التحالف الوطني بكل مؤسسات الخيرية بتقدم هذا الأمر اللي كل الناس الأكثر احتياجا بقدر الإمكان لأن نتمنى أن نغطي كل احتياجات الناس لكن بقدر الإمكان بنحاول التوزيع اللي بيتم النهاردة ده توزيع شهري إحنا بنعمل كل شهر الزيارات للأسر للأسر معينة اللي هي الأكثر احتياجه بيتم ده عندنا أيضا توزيع بيكون في مناطق مختلفة في الصعيد كتوزيع جغرافي برضو بيبالينا توزيع شهري بنفس الصورة كده وأكبر كمان مؤسسة التحالف الوطني تقوم برصد الأسر الأولى برعاية وتحديد ومعرفة السلع والخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر وذلك تماشيا مع مثاق التحالف وهو تقديم الدعم للمواطنين في كل القرى والنجوع بكافة المحافظات احنا النهاردة موجودين في المؤسسة في مبادرة اسمها فرح قلبي المبادرة دي احنا بنبقى مهتمين ان احنا نفرح الناس مش بس ان احنا نوزع الاحتاجات تعيتهم للأسر المحتاجة أو العرايس لأ احنا بنبقى عايزين نجيبهم في جو من الفرحة كرنفالي بقى فيه أغاني بقى فيه زغارية بنبرك للعرايس النهاردة تزديد احتاجات حوالي 30 أسرة وعروسة ده ايفنت او ده يعني تقليد بيتعمل كل شهر بيتعمل في مكاتبنا او في يعني احد الاماكن ده اللي موجود في القاهرة احنا بنشغل في القاهرة والمينيا واسيوت وسهاج يعني كل شهر بنعمل اربعة تجمع بالشكل دوات يعني بنساهم مع حوالي من 120 ل150 أسرة شهريا في تزديد احتاجاتهم من اساس بعض الاجهزة واحدة صاحبة ماما هي لديتنا الرقم المؤسسة هنا وكانت بكلمه مع الواطس وبيتابعوني وقالوا لي احنا احنا محتاجين ورقة النص الكليل محضر وقع حاجز الجواز وبعدت لهم الورق وقات لنا لجنا البيت ودوني معادي بقى النهاردة اجي الساعة 3 تلك الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني بهدف ادخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وتخفيف العبئ عن كاهلة الاسر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمام المؤسسة بأهالي القرى الاكثر احتياجها اشتركوا في القناة